السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وشكرا لكم أشهد الدولي المغربي السابق عادي الرمزي مدرب الفريق الرديف لنادي بي اسف أندوفن الولندي لكوات القدم بمواطني حاكم زياش لايب نادي التينس الإنجليزي مشير إلى أنه سيعمل على إعادته للتوجه من جديد في حال تعم تعينه بشكل رسمي كمدرب مساعد للناخب الواطني الجديد وقال الرمزي في تصريحات لوسائل إعلام هولندية في هولندا هناك العديد من اللاعبين المغاربة الجيدين وأرى أن ستة منهم فرصتهم كبيرة للدفاع عن قميس أسود الأطلس ويمكنني أن ألعب دور مهما في هذا الجانب على أن أحافظ على وظيفتي كمدرب هنا كما تطرق لموضع حاكم زياش قائلا أكيد لدي رقمه شخصي إنه لعب وإنسان رائع وقد غاب عن المنتخب الوطني المغربي لفترة طويلة بسبب بعض الظروف لا أرى من يعلم أن يعود مرة أخرى إلى المنتخب الأول وعندما أصبح أصبح مساعدا للمدرب الأول في المنتخب المغربي بشكل رسمي سأتصل به لنبدأ صفحة جديدة وسأعمل على أن أجعله يعود للتألق من جديد حاليا أركز على مهمتي مع فريقي وكما أوضح رمزي في تصريح سابق لأحد الجرائد المغربية فإنه يفتخر بشكل كبير بالمنتخب الوطني المغربي الذي منحه الكثير ويسعى إلى عادة القليل من ذلك له مستقبلا مشيرا إلى أن حبه للقامس الوطني يبقى في المقام الأول عبر الدولي المغربي أسامة نام لاعب نادي نمخن الهولندي لكرة القدم عن اجتيائه بعد رحيل الناخب الوطني وحيد خالد زيت قبل موعد نهائية كعس العالم قطر 2022 مشيرا إلى أن علاقته به كانت جيدة وقال طلعا في تصريحات لوسائل إعلام ولندية إقالة خالد زيت مؤلمة وبالنسبة لي علاقة به كانت جيدة للغاية هو ليس رجل سيء وأضاف المتحدث ذاته جميع اللاعبين يحلمون بالمشاركة في نهاية كعس العالم ورحيل خالد زيت ليس في مصلحتي بكل تأكيد كان يتابعني ويعرف مستوايا جيدا وعلاقة به كانت جيدة وغاب طران الصاحب 28 عامل المنتخب الوطني المغربي خلال الفصل الماضي علما أنه شارك في 11 مباراة من قبل سجل خلالها هدفين يشار إلى أن جميع الملك المغربين الكوات القادم أعلنت قبل أيام عن إقالة البوسني واحد خليل جيت في انتظار أن يتم الإعلان عن خليفته الذي يبقى الإطار الوطني ويدر جراغي المرشح الأبرز لشغل هذا المنصف أفدت تقارير صحفية أن والتر ماتزاري المدرب السابق لإنتر ميلان الإيطالي قام يمثلتها بزيارة تفقدية لمركز محمد السادس لكورة القادم بالمعمورة وحسب نفس المصادر فإن ماتزاري صاحب الستين عاما حاضية باستقبال خاص من مبعوتين عن الجامعة الملكية المغربية لكورة القادم أمس بالمطار حيث تحطى الرحالة المغرب دون الكشف عن الهدف من الزيارة وتواصلت بأحد الجرائد المغربية مع مسؤولين عن جامعة الكورة لاستفسارهم حول سبب استقبال المدرب الإيطالي وما إن كان لذلك علاقة بترشيحه لتدريب الأسود إلا أنهم تحفظوا على التوضيح وربط التقارئ إعلامي إيطالي وجود ماتزاري في المغرب بإمكانية توليه مهمة تدريب المنتخب المغربي الأول خلف للبوسني وحيد خلال الجيت فيما استبعدت مصادر صحفية الأمر مؤكدة أن الجامعة استقرت على تعجين ويدري جراغي مدربة للأسود في انتظار الإعلان الرسمي عن ذلك خلال أيام قليلة مقبلة يضع فريق سانتيتيان الفرنسي نصب عينيه تعاقد مع الدول المغربي ريالمايي مهاجم فرينكا فاروس على هنغاري وأفادت بولت مركات الفرنسية بأن هناك اهتمام من سانتيتيان بالتعاقد مع مايي حيث أكد أن اللاعب يدخل في ضمن مشروعها للعودة إلى اللقاء بعدما سقط الموسم الماضي إلى قسم الفرنسي الثاني وقال المصدر ذاته إن المحدثات بين الفريق الفرنسي ونظيره لنغاري قد بدأت بالفعل ولم يكن الحديث عن أي مبلغ مالي معين بقدر ما يتطلع سانتيتيان إلى الاستفادة من موهيبة مايي وقوته على مستوى العجوم وكان صحيفة داعتليتيك البريطانية قد أكدت في وقت سابق أنه تمت مشاهدة مايي بانتظام من قبل سيلتيك في الأشهر الأخيرة حتى وإن لم يترجم هذا الاهتمام بعد إلى عروض جادة وسجل عيال مايي 17 هدف صنع 11 هدف الموسم الماضي في كافة البطولات والتي لعب فيها مع قي فرنكا فروس الهنغاري علما بأنه يعد من بني الخيارات الجيدة في المنتخب المغربي بقيادة الناخب السابق البوسني وحيد خيوزي تواصلت إدارة مانشيستر يونيسيد مع ناظرتها في تيلسي بشأن إمكانية التعاقد مع الجناح الدول المغربي حكم زياش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لعام 2020 طبقا لتقارير إعلامية إنجليزية صادرة يوم الثلاثة وبحسب صحيفة إيفينينك ستانديرد البريطانية فإن مانشيستر يونيسيد مساعد لدفع 25 مليون يورو لاستقدام زياش من تيلسي وباتت وضعية زياش مقلقة داخل أرويقة النادي لندوني بعد التعاقد مع الجناح الإنجليزي رحيم سترلينغ ما أدى إلى خروج نزم أسود أطلس من حسابات المدرب الألماني ثم السوخير رغم رقبة الأخير في الإبقاء على زياش لإضفاء عمقين لتشكيلة تيلسي ويمتد دعاق زياش مع تيلسي إلى نهاية موسم 2024-2025 وكان قد وفد إلى النادي صيف عام 2020 قادما من آيكس رمستردام المنظيم مقابل رسوم مالية بلغت نحو 40 مليون يورو ويرغب مدرب منشيستر يونيسيد إيريك تينهاك في الحصول على خدمات زياش خاصة أن الاثنين تعاون معا في نادي آيكس عندما أشرف تينهاك على تدريب اللاعب بين عامي 2017-2020 وشاهدت تلك الفترة تواهزا لزياش وبحسب محللين فإنما يمكن أن يمثل زياش ورقة رابحة لمدرب تينهاك خاصة بعد خسارة الشيط الحمر في أول جولتين من الدول الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي أمام بريتون 2-1 وأمام برينتفورد 4-0 تواليا وعدم اقتناء تينهاك بمرضود مهاجمي